كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا جيتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد فنحن في تفسير مطلع سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ في سورة الفاتحة أيها الإخوة يسأل المسلمون ربهم يقولون اهدنا الصراط المستقيم فجاءت الآيات الأولى في سورة البقرة لتقول لتجيب على سؤالهم ولتستجيب لدعائهم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يا عبادي أنتم تسألوني الهداية وأنا أنزلت إليكم حبلا طرفه بيد الله تعالى وطرفه بأيديكم فتمسكوا به ما استطعتم هذا الكتاب لا شك فيه هو هدى للمتقين الهداية أيها الإخوة نوعان هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق للإتباع وتأييد للالتزام بالأمر الهداية هدايتان هداية دلالة وإرشاد وهذه مهمة الأنبياء يدلون ويرشدون قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني أنت يا محمد تدل على صراط مستقيم وبهذا المعنى العام للهداية يكون القرآن الكريم هداية لكل الخلق فالقرآن الكريم كتاب إرشاد دليل إرشادي كتلوك لهذا الإنسان كيف يمضي في هذه الحياة يستطيع أن يقرأه المؤمن وأن يقرأه الكافر أن يقرأه المتقي وأن يقرأه الفاسق إذن هو هدى لكل العالمين دلالة لكل العالمين قال المفسرون لكن الله تعالى قال هدى للمتقين ما قال للعالمين قال إبرازا لفضلهم ولمكانتهم فإذا كان معنى الهداية دلالة وإرشاد فالقرآن دلالة وإرشاد لكل الخلق لكن أحيانا أناس يلتزمون وأناس لا يلتزمون فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لكن إذا كان معنى الهداية بالمعنى الثاني وهو التوفيق للاتباع فالقرآن الكريم ليس هداية إلا لمن اتقى أما من فجر أما من فسق فالقرآن عليه عما الله عز وجل قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا القرآن الكريم يكون سبب ضلال لأقوام كثر وسبب هداية لأقوام كثر كيف نفس الكتاب يكون ضلالي ويكون هداي ببساطة أنت إذا كنت مسافر إلى بلد وتريد أن تصل إلى نقطة محددة ومديرية السياحة أعطتك كتاب مخطط قالت لك إذا اتبعت هذا الخط ستصل إلى هدفك فهذا الكتاب هداي الآن السياح نوعان سياح سيلتزمون هذا الخط فيصلون إلى هدفهم فيهتدون والسياح سيعارضون هذا المكتوب ويقولون لا لا نريد هذا الكلام نحن سنفعل كما نشاء هؤلاء سيضلون فنفس الكتاب الذي هو كتاب دلالة كان لأقوام هدى وكان على أقوام عما كان لأقوام يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا قال الله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين الفاسقون الذين يخرجون عن أوامر الله الذين لا يلتزمون معنى الفسق الخروج نقول فسق القطار وعن السكة يعني خرجه فالذين يخرجون عن تعاليم القرآن هؤلاء يضلهم القرآن والذين يمتثلون أمر القرآن هؤلاء يهديهم القرآن فالهداية إذا كانت بمعنى إلقاء التأييد والتوفيق لاتباع أمر الله عز وجل فهذه الهداية لا ينالها إلا المتقون هدى للمتقين لذلك يا إخوان كثيرون من الناس يقرؤون القرآن ولا ينفعهم القرآن كثيرون من الناس يقرؤون القرآن ولا يفيدون من القرآن السبب أنهم يقرؤون القرآن ربما يقرؤونه لكثرة الترداد حتى إنهم يغيبون عن معاني ما في القرآن الكريم المطلوب مننا يا شباب يا رجال يا أخوات إذا قرأنا القرآن الكريم أن نقرأه ونحن مستحضرين أنه هدى هذا كتاب دلالة هذا كتاب إرشاد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقولون نحن أوتينا الإيمان قبل القرآن وأنتم من جاء بعض الصحابة أوتيتم القرآن قبل الإيمان يعني نحن من نوقت ما فتح واحد عيونه على الدنيا أهله يقرؤون له شيئا من القرآن يحفظونه شيئا من القرآن في المدرسة يحفظونه في المسجد يحفظونه وهذا شيء حسن لكن الذي يحدث أن عددا مننا لا بأس به يصير القرآن عنده كأنه عادة يعني هو يستمع القرآن الكريم يعني يسكن عند سماعه ليطرب بتراد في كلماته لكن هو لا يفكر بأنه يبحث عن هداية في هذا الكتاب يعني قاضي موجود فوق رأسه لوحة وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ثم تجدوا لا يحكم بالعدل صاحب محل موجود فوق رأسه ويلون للمطففين ثم هو يطفف صاحبه بيت يدخل على بيتي ربي أدخلني مدخلة صدقا أخرجني مخرجة صدق والزوج تلتة ربع كلامه كذب زوجي نفس الشيء تلتة ربع كلامه كذب لكن هي كثير مهتمة بأنه تحط اللوحة وتنفضها من الغبرة وتنقلها وأنه الآن متناسبة مع الديكور أو مالها متناسبة مطلوب مننا يا إخوان يا إخوات إذا تعاملنا مع القرآن الكريم أن نبحث فيه عن الهداية ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين حتى نفيد من القرآن الكريم هذا القرآن الكريم يحتاج إلى قلب يعني البذار إذا رميت على الصخر ما بطالع لك شتلات ولا بطالع لك نبتات لا بد أن تكون الأرض خصبة حتى إذا وضع فيها البذار والسقيات عندها تخرج شتلات ويخرج الثمر الكثير أما إذا كانت الأرض قاسية صحراوية أو كانت الأرض لا تقبل ماء ولا تنبت عشبا صعب جدا هذا القرآن يا إخوان مستقره القلب مستقره العقل لذلك لما كانت تنزل آية من القرآن الكريم الصحابة كانوا يتعاملون معهم بطريقة مختلفة عما نتعامل نحن أو عما يتعامل كثير مننا بعضنا يتعامل بالضبط كما كان يتعامل الصحابة الصحابة قالوا كان عمر قرآنا يمشي على الأرض يعني عمر هو آيات قرآنية بس عم تمشي عم تشوف أنت بأم عينيك عمر يبرم أمرا تأتي امرأة تقول يا عمر كلامك ليس صحيحا يخالف قول الله تعالى كذا فعمر يقول حاضر خلاص إذا الله عز وجل يقول هذا الكلام فالقول قوله مباشرة يمتثل لأمر الله عز وجل سيدة عائشة تقول رحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله تعالى آيات الحجاب لم ينتظرن أن يرجعن إلى بيوتهن شققنا مروطهن يعني أطراف العبي يتكون واحد يطرف عبايتها مشان تضع إلى رأسها هذا الحجاب الذي فرضه الله تعالى تعاملهم مع القرآن الكريم عجيب لأنهم يعلمون أنه كتاب هداية واستقر هذا في قلوبهم يا أخوان كيف نحن باستقر هذا الأمر كيف ممكن نقرأ القرآن كما قرأه الصحابة كيف ممكن نلتزم أمر القرآن الكريم كما التزمه الصحابة لما أنزل الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي حتى لم يعد ينظر أمامه بعينه وخرج يتلمس الجدران وكان كلما دخل بعد عبد الله بن أمي مكتوم هذا الذي عاتبه الله به يقول مرحبا بمن عاتبني به ربي النبي صلى الله عليه وسلم تلقيه للقرآن الكريم لما أنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم فاصدع بما تؤمر والله يا أخوان في مواقف نحن نقرأها في السيرة بس حيا أنت عندما تقرأ بتقول معقول هيك سوا معقول طيب يعني شو مشان البروتوكول وشو مشان المستوى الاجتماعي لما أنزل فاصدع بما تؤمر ولما أنزل الله تعالى فاصدع بما تؤمر صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفة عدد منكم لا بأس به ذهب إلى مكة والمدينة جبل الصفة هو عبارة عن جبل الآن دخل داخل الحرام بس هو جبل كان خارج الحرام خارج المسجد الحرام النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد الله قال اصدع بما تؤمر الآن كلمة اصدع بما تؤمر ممكن تروح حياتك ممكن أبو جهل ملأ الآن يقتلوك بأرضك بس الله قال اصدع خلاص طلع إلى جبل الصفى ونادى بأعلى صوته يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان لبطون قريش فاجتمعوا إليه قال أرأيتم لو أخبرتكم أن جيشا وراء هذا الجبل أكنتم مصدقي قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم أنا الله بعثني لعنكم وقال له أبو لها بتبن لك لهذا جمعتنا طيب بس يا أخوان بالله بتتخيل لي حالك أنت به الموقف مرات يطلب من أخ أن يأمر بالمعروف وينهى على المنكر لصاحبه لألصق الناس به بيقول لك بلا ما يزعل مني ادعو إلى سبيل ربك الله أمر ادعو إلى سبيل ربك بيقول لك أخي ما بدي حط حالي بمواقف أنا يعني محرجة أنا ما بقدر أقف هذا الموقف تلقي النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن تلقاه على أساس أنه هدى للمتقين تلقي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للقرآن تلقاه على أنه هدى للمتقين لذلك سعدوا بالقرآن الكريم لذلك هذا القرآن الكريم جعلهم خير أمة أخرجت للناس لذلك ملكوا أطراف الدنيا يا إخوان في خطبة الجمعة كنت أحدث الأخوة لأقول لهم عجيب اندونيسيا أكبر بلد إسلامي وصل الإسلام إلى اندونيسيا بالقرن الأول الهجري كيف طلع والمسلمون الذين أدخلوا الإسلام إلى اندونيسيا هم من العرب يعني هدون طلعوا يا من مكة يا من المدينة يا طلعوا من الشام يا طلعوا طيب كيف سافروا إلى اندونيسيا شيء عجيب لا في طيارة ولا في سيارة مضوا إلى هناك وأدخلوا الإسلام إلى ذلك البلد حتى إلى الآن عندهم أولياء تسعة وهم من العرب معروفين في اندونيسيا يسمون الأولياء التسعة هؤلاء يقولون هم أول من جاء من بلاد العرب ليحمل لنا الإسلام إلى تلك البلاد وعدد من هؤلاء هم من التجار من الصناع حملوا مع تجاراتهم مع صناعاتهم حملوا هذه الدعوة الإسلامية فالمسلمون لما قرأوا القرآن الكريم على أنه هدى للمتقين صاروا خلص هدى معناها أن أريد أن أرتبع الخريطة المرسومة ولن أخالفها حتى أنجوا أسلام فلما قرأوها رفعوا بالقرآن الكريم وهلأ مطلوب مننا جميعا أفرادا وأسرا ومجتمعا يا جماعة في علاقاتنا الزوجية القرآن الكريم هدى للمتقين مفيد جدا أن تقرأ ختمة من القرآن الكريم لتبحث فيها عن العلاقات الأسرية تقول أنا هلأ أريد أن أقرأ هذه الختمة كل شي علاقة بين زوجه وزوجته بين أبه وابنه بين ابنه وأرحام وأبوه بين أرحام مع بعضهم أريد أن أضع عليها خط حتى نرى الله ما بده من الأسرة الفقهاء فعلوا هذا الأمر مفيد جدا في معاملاتك المالية أنا الحمد لله عدد لا بأس به منكم يا أخوان والله يأتوني رجالا كبارا أحيانا سيدات يأتين في معاملات مالية أنا أفخر بفضل الله عز وجل بأن منكم من يقول أنا أريد أن أعلم ماذا يريد الله في مسألتنا هذه بيني وبين أخي بيني وبين شريكي وأنا مهما قال الله أو قالت الشريعة فأنا نازل على الحكم الحمد لله أكثر من يأتيني منكم الحياهيك وفعلا يلتزم طبعا في ناس لا يلتزمون موجود هذا الشيء نحن بس نريد مننا جميعا أن نتحول إلى أن نبحث في هذا القرآن عن هداية وطريق إرشاد ودليل إرشاد نمشي عليه هدى للمتقين كيف أنا بدي صير إذا قرأت آية القرآن الكريم أقول سمعا وطاعة كيف أنا بدي صير إذا طلقت أطلق وفق آية الطلاق وسورة الطلاق ولو كان ما يسرني الأمر لكن أقول على العين والرأس الله هيك بده هدى للمتقين هيك بده كيف إذا أردت أن أنشئ عقد زواج سأبرمه وفق ما تريد الشريعة مش وفق ما يريده الأفلام الغربية والعربية والأغاني والفيديو كليبات لأقيم علاقة مع فتاة لأشهر طويلات بعدين بقول أنا أريد أن أخطبكي كيف بدي أنا ساوي اتبع هداية القرآن الكريم في إقامة علاقة زوجية كيف بدي إقبل القرآن الكريم الله عز وجل قال وليستعفي في الذين لا يجدون نكاحا أنا شاب عمري 25 سنة مفتوحة علي مفاتن الدنيا بطولها وعرضها وأنا مطلوب للحرام أنا عم ببتعد على الحرام بس أنا مطلوب عم يتصلوا فيني وعم بيراجعوني وعم بيعطولي إشارات ورسالات وغمزات ولمزات كيف يريد إسلام والحلال لا أستطيعه وما في بارقة أمل ما في بارقة لا أبي أدراني جب لي بيت ولا أمي أدراني تساعدني في زواج زواج ما بيقدر حرام مفتوح ماذا يجب أن أفعل هذا هدى للمتقين بقوله وليستعفي في الذين لا يجدون نكاحا يعني ما بيقدر يتزواج بده يستعفف طيب بس أنا فعلا أجد صعوبة أجد صعوبة هدف ليستعفف شو ليستعفف خلاص يا أخي الله عز وجل على العين والرأس بس يا رب كيف بدي أستعفف شيء صعب جدا أنا أحترق في كل يوم كيف بدي ما أحترق كيف بدي أسمع وليستعفف أطبق وليستعفف وأنا في طمأنينة وسكون دائم كيف لازم أنا أكون من المتقين كيف بكون من المتقين بدي قلب ذاكر بدي مجالس علم بدي أطبق بما أعلم بيصير اتباع الأمر الإلهي علي من أجمل ما يكون بل إني أحب الساعة التي أؤمر بها من حضرة الله تعالى لكن بدي يكون في قلب يستقبل كلام الله عز وجل وهذا القلب أرض خصبة لنبت بذار تقوى الله عز وجل يا شباب كثرة ذكر الله تجعل قلوبكم أرضا خصبة إذا سمعتم وليستعفف دمعت عينكم إذا سمعتم وليستعفف اقشعرت أبدانكم إذا سمعتم وليستعفف لم تطيقوا إلا أن تسجدوا على الأرض وتقولوا يا رب سمعا وطاعة حاضر الأمر أمرك والنهي نهيك ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن بدك بس قلب ذاكر وبدك مجالس علم حتى تعلم ما هو أمر الله عز وجل في هذه المسائل وتتبع هذه المجالس يا أخوان الله أكرمنا في مجلس العلمي هذا بس مطلوب من كل أخين فينا ومن كل أختين فينا أن تزداد في كل مرتين خطوة إلى الأمام على أقل تقدير إذا حضرتم الدرس لا ترضى أن تحضر الدرس فقط لتسمع وتمضي أكتب شيئا سجل شيئا قرر شيئا وأنت جالس في الدرس أنه أنا سأخرج من هذا الدرس وسأفعل كذا مع التكرار مع التكرار مع التكرار أنت ستتغير ستصير من المتقين سيصير القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه هداية لك سيصير كل سعادتك في اتباع أوامر القرآن الكريم كل هنائك في اتباع أوامر القرآن الكريم لما أنزل الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لا يتقول لن تنالوا البر يعني ما تصلك منزل عالي عند الله تأخذ منها أجورا كثيرات حتى تنفق مما تحب قال كان لأبي الدحداح أرض هي أفضل ماله الأرض طبع أبو الدحداح كانت بمركز المدينة المنورة جنب المسجد النبوي الشريف وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها يستعذب ماءها فيها ماء عذب فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل إلى هذا البستان وكان أبو الدحداح يجب له ماء ظريفة يشربها باردة ويجب له من فواكهها فأنا الآن أريدكم أن تتخيلوا هذا المشهد بستان أرض بساحة المرجع مركز المدينة هذا البستان شهد ثلاثة أربع دنومات فيه فواكه متنوعة في قلبه بئر عم بيطلع كذا إنش من الماء هذا البستان دخله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو له رتبة مادية عالية لأنه بمركز المدينة وله رتبة معنوية عالية لأن دخول النبي صلى الله عليه وسلم رفعه لما أنزل الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال أبو الدحداح يا رسول الله إني أشهدك أن بستان بيرحاء اسمه بيرحاء أن بستان بيرحاء صدق لله تعالى فضعها حيث شئت أنا وياكم لعلنا قرأنا هذا الحديث لعلنا بس إذا تخيلنا الموقف قديش أربع دنومات بسحة المرجين بالمواصفات التي أقول مليار أكثر من مليار أبو الدحداح بجلسة واحدة بآية واحدة لن تنالوا البر بس هو يعلم من الذي يقول هذا الكلام الذي يقول الله أبو الدحداح من الذاكرين يعلم ما معنى الله يعلم ما معنى قول الله عز وجل ما معنى الامتثال لأمر الله عز وجل لذلك خلاص يا رسول الله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح يا أبي الدحداح خذه واجعله في قرابتك رح تصدق فيه على أقاربك وأرحامك من المساكن يا أخوان لما يقرأ القلب الذاكر القرآن الكريم يتعامل معه بطريقة مختلفة عن إنسان عادي يعني بيقرأه بشكل عادي تجده ربما يحبس شيئا من زكاته الزكاة الواجبة والمفروضة يحبسها طيب الله عز وجل قال آتوا الزكاة يقول لك أخي بس هلأ في أزمة آتوا الزكاة أخي ما في سيولة آتوا الزكاة يا أخي ما بعرف شو بدا يصير هلأ طولوا لبالكم للسنة الجاية كلاهما قرأ أبو الدحداح قرأ وطبعا الحمد لله الآن في ناس والله يا أخوان بهذه الأزمة في أناس ينفقون بطريقة عجيبة بطريقة عجيبة تقول والله كأنهم لا يخشون الفقر والله يبذلون للجمعيات الخيرية يبذلون للأسر المتضررة بطريقة تجعل تجدهم يعني هم مصدقون حكما بهذا القول وبهدى للمتقين بس هذا بده قلب ذاكر هذا القلب الذاكر يتلقى أوامر الله عز وجل ممتثلا سريعا أما إذا ما في ذكر بهذا القلب يسمع القرآن الكريم كما يسمع قصيدة شعرية ربما لذلك أكثر من ذكر الله تعالى واحد إلزموا مجالس العلم اثنين ثلاثة قرروا أن تعملوا في كل مجلس شيئا إضافيا وهذه التقوى علم وعمل هدى للمتقين الآن يصف الله تعالى المتقين يقول الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة قال العلماء في إقامة الصلاة هي أن يؤديها بأركانها وسننها وسننها وهيئاتها في أوقاتها حبعيد الكلمات الأربعة وهي كل كلمة إلى أصها إقامة الصلاة هي أداؤها بأركانها وسننها وهيئاتها في أوقاتها هذه إقامة الصلاة لاحظ العلماء أن المتحى في القرآن الكريم عندما يقترن بالصلاة فإنه مقترن بمقيمي الصلاة رب جعلني مقيم الصلاة أقيموا الصلاة يقيمون الصلاة وأقمنا الصلاة المدح لإقامة الصلاة ومن يقيم الصلاة لكن ورد حديث عن المصلين بغير مدح قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهم قالوا لحظوا بأن المدح في القرآن الكريم لمن أقام الصلاة ليس لمن صلى طيب ما معنى إقامة الصلاة لا بعض المفسرين يقول إقامة الصلاة هي أداؤها بأركانها وسننها وهيئاتها في أوقاتها مشكلة يا إخوان إذا تجدوا مسلم لا يعرف أركان الصلاة ولا سنن الصلاة ولا هيئات الصلاة ولا أوقات الصلاة إذن كيف سيقيم الصلاة لذلك كانت التقوى علم وعمل لذلك كان لازم تحضر في مجالس العلم لذلك ما يصير إسلام عبر أنت قاعد ببيتك والشيخ قاعد ببيته وأخي بمشي الحال تبزل جهد لا يمشي الحال معالجة بطب الأسنان عن بعد الدكتور قاعد يقرني والمريض يقرني وبعدين المريض يطيب لا يطيب لذلك تحمل حالك وتقطع عملك وتنضي بقدميك إلى المعالج ليعالجك لا يصير تصير محامي عن بعد تريد أن تذهب إلى الجامعات وعلى المدارس وتكتب الوظائف وتدخل الامتحانات وتنجح أو لا تنجح لا يصير مسلم يصير مسلم ليس له انتماء لا لشيخ ولا لمدرسة تربوية وإذا حصل هذا جاءتنا من هذا المسلم الطامات لذلك يا إخوان أعداء المسلمين لا يخيفوننا كثيرا ما هم أعداء بس الذي يخيفوننا المسلم الذي منا ونطعن من قبله المسلم الذي بيناتنا يأكل مال حرام المسلم الذي بيناتنا ويقيم علاقة غير مشروعة مع بنت الفتاة التي بنت من بناتنا هي وعن تلبس البنطرون الجنز الضيق هذه التي تؤلمنا لأنها هي ابنتنا هي أختنا هي مننا وفينا ثم نطعن من قبلها جاءتني مرة إلى العيادة فتاة مع أمها الأم في احتشام كامل والبنت سامحوني في بنطرون جنز وممزق وحط على رأسها الإشار ما صبرت أن أسكن تقول لك يا بنت أنا عندي بنت صغيرة الآن إذا دخلت بنتي وراءتك ستقول لي يا باب تفضل هذه امرأة مسلمة حط على رأسها انظر الإشار ولابسة بنطرون أنا أريد أن ألبس مثلا يا بنت أنت ترسلين رسائل للملتزمين ولغير الملتزمين عن هذا المنظر من شرع لك هذا المنظر من قال لك بهذا المنظر لذلك التقوى يا أخوان أريد علم أريد أن يعرف ما هو الحلال ما هو الحرام حتى لا نؤتى من قبل المسلم مسلم يأكل ربا مسلم يأكل الآن ترسل لي أحد الأخوات سؤالا الآن سأستفيد منه في هذا الدرس أو طرف تقول هل من ذكر معين حتى يهدي الله من أمسك عني الميراث أن يوزعه فقد طال حبسه أربعة عشر عاما هي عم تقول لي فيه ورد فيه ذكر معين حتى بس هذا الرجل الذي حبس عني الميراث من الذي يحبس الميراث عن هذه المرأة من هذا أخوها هذا أبوها هذا زوجها لعل يعني ليس واحد من الإسرائيليين لا لا واحد منها وفيها وكيد هذا مسلم هي مسلمة أي مسلم يحبس مالا أربطعش سنة عن صاحبه عن حقي الفاجعة نحن يا أيها الإخوة الذي يطعننا في ظهورنا مسلمون ما عندهم علم بالإسلام أنا متأكد هذا الرجل الذي كتبت عنه هذه الورقة يصلي الجمعة لكنه يطعننا يطعن ديننا بهذه الطريقة لذلك هذا الكتاب هدى للمتقين التقوى يريد ذكر التقوى يريد علم التقوى يريد عمل تعالوا يا أيها الإخوة نخرج من هذا الدرس بهذه النتيجة ما استطعتم أكثر من ذكر الله ما استطعتم يا أخوان اشتغلوا بذكر الله عز وجل حافظوا على مجلس العلم رقم 2 إذا حضرت مجلس العلم دائما فكر وأنت خارج من هذا الدرس ماذا قررت أن أغير وأن أفعل وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلام والحمد لله رب العالمين فمقام التوبة لا ينفك عن السالك إلى الله عز وجل ما دام يمضي في هذا الطريق إلى أن يلقى الله عز وجل لذلك باستمرار يا أخوان ويا أخوات ويا أيها الشباب والفتيات باستمرار توبوا إلى الله ارجعوا إلى الله إذا قصر أحدنا في الفرائض فليعود إلى الله لكن المشكلة عندما تغيب هوية المسلم في تعاملاته المالية وتغيب هوية المسلم في تعاملاته وعلاقاته الأسرية إما لجهل وإما لظلم إما أنه لا يعلم لا يعلم لا يعلم كيف يطلق هي لا تعلم كيف تطلق ما نزل بك من ضيق من كرب من هم من فاجعة من ألم من قلة من فقد حبيب إلا بإذن الله ما تتحرك حركة في هذا الكون إلا بإذن الله تعالى وإذا تذكرت بأن الله عز وجل أرحم بك من أمك وأبيك اطمئن قلبك كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله كتاب الله كتاب الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة